اشتركوا في القناة وستضيف مملكة البحرين أعمال اجتماعها الرابع في الفترة من العاشر إلى الحاد عشر من يناير الجاري ولدى وصول معاليه مقر انعقاد الاجتماع كان في مقدمة مستقبلي سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة وعدد من المسؤولين حيث التقى معالي قبل بدء مراسم التوقيع بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتجارة المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي سيد يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية ومعالي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ومعالي سيد رياض مزو وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية وفي مستهل اللقاء رحب معالي بأصحاب المعالي وزراء الصناعة العرب رجيا لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين وأن يحقق هذا الاجتماع غايته المنشودة نحو شراكة صناعية تكاملية بما يسهم في تعزيز استدامة اقتصاديات الدول الأعضاء وذلك على نحو يتماشى ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإخوانه أصحاب الجلالة والسم والفخامة قادت الدول الأعضاء الشقيقة وأكد معالي أن مملكة البحرين وتحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي مبدأ الشراكة التكاملية بين الدول العربية لسيما في القطاع الصناعي أهمية خاصة لما يحققه ذلك من تقوية للروابط الاقتصادية وأوضح معالي أن أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين مملكة البحرين والدول العربية الشقيقة في الفترة الراهنة تكمن في ترسيخ قدرة الدول الأعضاء على التكيف الدائم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة بصورة أفضل كالتحديات التي يفرضها التحول الرقمي والتكنولوجي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والعمل على تسخيرها والاستفادة منها لخلق فرص نمو جديدة وواعدة في القطاعات ذات العلاقة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية ومواجهة التحديات البيئية عبر تطوير واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة علاوة على ضمان اجتذاب الاستثمارات والتدفق الحر لرؤوس الأموال وأعرب معاليه عن امنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة اتساع نطاق عضوية الدول العربية في اللجنة العليا بما يعود بالخير والنفع على المنطقة وشعوبها مرحبا في هذا الصدد من ضمام المملكة المغربية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بعدها شهد معاليه مراسم الأعلان والتوقيع على ملحق انضمام المملكة المغربية للشراكة الصناعية التكاملية الذي جرأ توقيعه بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بالدول الخمسة العضاء في اللجنة العليا كما شهد معاليه مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة والأعلان عن المشاريع التي تقدر قيمتها مجتمعة بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكية من بينها اتفاقية التوريد بين شركة حديد البحرين وشركة حديد الإمارات التي تعد الأضخم منذ اعلان الشراكة الصناعية التكاملية وذلك في إطار الأهداف التي تعمل الشراكة على تحقيقها فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي للدول الأربع وخلق فرص العمل الواعدة وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وأحلال الواردات الأجنبية النهاردة تم الإعلان عن 2.2 مليار دولار شراكات مختلفة ما بين الدول الأعضاء وكان من أبرز الحاجات النهاردة المخرجات طبعا هو انضمام المملكة المغربية وهي قيمة مضافة جدا هتكون إن شاء الله لمجموعة الدول اللي موجودة وفيه طبعا بعض الدول الأخرى اللي بتسعى كمان الانضمام لتلك الشراكة التكاملية الصناعية فاتفقنا النهاردة أن يكون فيه رؤية مستقبلية إيه شكل الشراكة هيكون وإيه هي النهاردة أهم الأسس اللي هنقدر نضيف عليها الدول الأخرى إن شاء الله اللي هتنمع لنا في المستقبل هذا الاجتماع الرابع اليوم في مملكة البحرين ما يميز هذا الاجتماع أنه كان هناك انضمام للمنمكة المغربية وبالتالي أصبح هناك خمس دول في الشراكة التكاملية الصناعية لتنمية المستدامة الجزء الآخر اللي تم اليوم تم توقيع العديد من الاتفاقيات بقيمة تجاوز 2 مليار ما بين القطاع الخاص في الدول الأربعة هذه كلها نوع من المشاريع التكاملية اللي بتصب في عملية تكامل ما بين القطاعات الاقتصادية في الدول الأربعة أيضا كان هناك تقييم لمخرجات اجتماع عمان اللي تم التوقيع على 12 وثيقة اطلعنا على تقدم سير العمل في هذه المشاريع ونتأمل إن شاء الله في المرة القادمة بعد انضمام المملكة المغربية أنه اجتماعنا القادم يكون في المغرب وحتى أنه يكون في تشاركية حقيقية من القطاع الخاص المغربي اللي منعتقد أنه إضافة نوعية وأيضا هذه دعوة لبقية الدول العربية الباب مفتوح أيضا بدأنا ثلاث دول ثم البحرين انضمت والآن المغرب هذه دعوة مفتوحة لبقية الدول العربية للانضمام إلى هذه الشراكة التكاملية مملكة المغربية فخورة للانضمام لهذه الشراكة اللي هي هدفها هو التكامل الصناعي بين الولدان الخمس اللي اشتركوا في هذا التضامن هي التكامل بين الدول العربية هو أساسي تكامل الصناعي عندنا قدرات عندنا مؤهلات عندنا شباب عندنا كفاءات ولازم نستثمت في هذه الكفاءات لتلبية احتياجات المغاطنين أولا ولخلق فرص الشغل الجديدة ولجال من هذه المنطقة منطقة رائدة منطقة مبدعة منطقة عندها تنفسية عالمية من أجل التصدير في السلاسل الانتاج العالمية وأيضا من أجل التكامل والاستفادة بعضنا البعض وأحسن أن نقتني منتجات من بلدان شقيقة عواد اقتناء منتجات من بلدان أخرى